سادت النائب أحمد قضب شايف إزاي تجربة مجلس الشيوخ بالنسبة لك أنت شخصيا وبنسبة للمهمة التي أنطى بها القانون لمجلس الشيوخ الحقيقة يعني مجلس الشيوخ هو يعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ دي الاتنين دول غرفتين مكملين لبعض تعرف حراك الحياة التشريعية موجودة في أغلب الدول المتقدمة كلها بالكامل في العالم بتقوم على غرفتين أساسياتين موجودين غرفة بتقوم بالدور بتاعها هو الدور التشريعي والدور الرقابي وغرفة تانية بتقوم بدور الدراسة ومسألة الدراسة دي مسألة مهمة جدا يعني أي من عرضه أي مشروع حتى لو كان مشروع صغير مش مشروع كبير لازم الدراسة فيه تكون دراسة قبل حتى اتخاذ القرار وبالتالي ده لو حتى بصنا لها على مشروع فما بنا بحل دولة ودولة برضو كبيرة زي مصر فبالتالي الغرفة التانية هيكون لها دور كبير ودور أساسي وقصوصا في ضوء طبعا زي القيمة الوطنية الموجودة ده تكاتف كبير ودي ممكن أول مرة يحصل فيه تلاحهم وتكاتف للقيمة وطنية فيها مجموعة كبيرة من الأحزاب طبعا ده بالإضافة للعركة عرف فيه التلت كمان التلت معين وخوالي تريد ما منوته وعضويا وطبعا الرئيس الجمهورية اختياره للميته وعضو الموجودة هيكون اختيار هيعتني به بشكل كبير وهو بيبص للضوء اللي هيطلع من مجلس الشيوخ اللي هو ده هيكون طبعا ضوء مهم وضوء رئيسي فبالتالي أنا لا يعني ما بلومش طبعا مجلس النواب على الفترة اللي فاتت تماما كتير منهم قاموا بالدور اللي كان موجود ما ننساش أن مصر طبعا مرت حركة عارف بمراحل اللي كانت في منطقة الصعوبة اللي كانت موجودة كان اهتمام القيادة السياسية والرئيس كان لدور الاستقرار في المقام الأول ومصر يعني يمكن هي بعد صورة 30 ستة رجعت للمصرين كلها بالكامل ومش فقط أن هي رجعت يعني لأ رجعت وابتدى فيها البنى والبنى زي ما شايفينه في المحاور كلها بالكامل فبالتالي احنا بنستكمل النهاردة يعني يمكن الغرفة الثانية معاولين عليها طبعا تعويل كبير في سرعة الدراسات اللي موجودة هيكون عامل مساعد كبير لمجلس النواب في مسألة الوقت اللي موجودة عظيم جدا